الأنبار الحسم وحسن النية فمع سقوط الرمادي وحشد القوات في الأنبار للتصدي لداعش تبدو الخطوة المقبلة بنظر الجميع هي الأهم يجب أن تثبت قبل كل شيء حسن النية بين الأطراف المناهضة للتنظيم المتطرف والتي لا تخلو العلاقة فيما بينها من الشوائب فحكومة العبادي بدت مضطرة لا راغبة بطلب تدخل الحشد الشعبي وهي تعلم خطورة تلك المشاركة وهي أيضا تمد يدا وتؤخر أخرى فيما يتعلق بدعم العشائر فهي تخشى منها أكثر مما تثق فيها معادلات صعبة الحل في معركة الأنبار والرهان يبقى على توافر حسن النية نضم إلينا من بغداد محافظ الأنبار سهيب الراوي أهلا بك سيد سهيب الراوي أذكر بأنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم وستفساراتكم على تويتر وفيسبوك أبدأ معك الحوار في غرفة الأخبار من سكانيوز عربية سيد الراوي بسؤال عن مدى قلقكم من استخدام قوات الحشد الشعبي في معارك الأنبار وتحديدا لتحرير الرمادي نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهدكم الكرام الحقيقة نحن لا نتحفظ على أي جهة عراقية منضبطة بضوابط القانون وبضوابط المؤسسة الأمنية ومراجعها وخصوصا رئيس الوزراء ولكن التحفظ يكون على الممارسة والأداء من تصدر من أي جهة حتى وإن كانت من أبناء محافظة الأنبار الكل يعلم أن المشكلة الأمنية في محافظة الأنبار خصوصا والعراق عموما وخصوصا المناطق الساخنة التي شهدت اضطرابات أمنية حدثت فيها تجاوزات كبيرة في الملف الأمني نعكسها بشكل سلبي على الملف الإنساني وبالتالي نحن لسنا حقيقة نتكلم بطريقة روتينية وإنما نتكلم عن ممارسات حدثت هنا وهناك والمطمئن لكثير من التوجهات أن هناك إرادة لمنع مثل هكذا خروقات تحدث هنا وهناك وهذا ما يطمن أن الأمور لربما بعون الله تعالى تسير في المستقبل القريب على مستوى البلد باتجاه بناء دولة المؤسسات من خلال وجود إرادة حقيقية لدى القيادات أن يبنى البلد بطريقة المؤسسات وليس بطريقة أربكة الملف الأمني والسياسي وانعكست بشكل سلبي على الملف الإنساني وهذا ما لا يتمنى كل أبناء الشعب العراقي ولكن بالنظر لما قام به الحشد الشعبي في مناطق كثيرة من العراق وأخرها كان في تكريت أثر كما قلت حتى على مشاركة العشائر السنية في تحرير بعض المناطق هل تتخوفون من تكرار سيناريوك هذا الآن؟ الحقيقة نحن نتخوف من كل ونتحفظ على كل فعل غير صحيح وعلى كل ممارسة لا تؤدي إلى تطبيع الأوضاع الأمنية ولربما تؤدي إلى زيادة المشاكل الطائفية ولكن نحن كحكومة محلية ومع أبناء العشائر وننسق مع كل الجهات الفاعلة في الملف الأمني وخصوصا رئاسة الوزراء والقيادات الأمنية والوزارات الأمنية في بغداد لكي نمنع حدوث خروقات تنعكس بشكل سلبي على الملف الأمني وتؤثر في اللحمة الوطنية لأبناء البلد الواحد ماذا لو تحرك الحشد الشعبي بشكل مستقل ولم يتعامل مع الوضع على الأرض على أنه قوة مثاندة للقوات العراقية؟ يعني حقيقة المطالبات التي صدرت من جهات رسمية بعد التداعيات الخطيرة للملف الأمني في مدينة الرمادي قد طالبت رئيس الوزراء باعتباره هو القائد العام للقوات المسلحة وهو المخول باستثمار الموارد المتاحة له من قدرات البلد وخصوصا القدرات الأمنية هو المخول بإدخال أو عدم إدخال أي جهة أو أي مؤسسة أمنية مرتبطة بالحكومة العراقية على أن تعمل وكان الطلب واضحا على أن تعمل هذه القوات ضمن صلاحيات القيادات الأمنية الميدانية في المحافظة وتحت العلم العراقي وتحت القانون العراقي طيب إذا تحدثنا عن فجوة الثقة وحسن النية الموجودة طبعا بين الأطراف على الأرض والتي تتعاون ضد تنظيم الدولة وبالنظر أيضا إلى أن هذه الميليشيات كما يقول الكثيرون استغلت الحرب على داعش لتصفية المكون السني أنت تقول بأن هناك أوامر يعني ما الضامن بأن يلتزم مسلحوء الحشد الشعبي بهذه الأوامر ولن تكون حرب تصفية فيما بعد لبعض العناصر التي ربما توصف على أنها حاضنة لداعش مثلا حقيقة حسن النية وعدم حسن النية هذه ليست جديدة الأكيد منذ بداية العملية السياسية في العراق كانت هناك كثير من الإشكالات وهذه الإشكالات انعكست بشكل سلبي على الملف الأمني وعلى اللحمة الوطنية نحن كحكومة محلية حقيقة دورنا وقد عملنا منذ الأشهر الأولى لاستلامنا الملف الإدارة في المحافظة أن ننقل الحقيقة ونأتي بالتصورات الحقيقية وبالانطباعات الحقيقية لأبناء المحافظة أبناء محافظة الأنبار الكل يعلم أنهم هم الخط الأول للتصدي لملف الإرهاب في عام 2006 و2007 كانت أبناء عشائر محافظة الأنبار هم من تعاملوا مع الملف الأمني وبالتنسيق مع الحكومة المركزية آنذاك ومع قوات التحالف في حينها للسيطرة على المحافظة وهم قادرون إذا ما توفرت لهم الإمكانات الحقيقية والإرادة الحقيقية لأصحاب القرار أن يأخذوا على عاتقهم إذا ما تم تسليحهم وتدريبهم بشكل حقيقي ونحن بدورنا حقيقة نعمل على رفع هذه الحساسيات وعلى رفع مسألة سوء الظن وكثير من هذه الأمور بنيت على معلومات إعلامية خاطئة انطلقت من هنا وهناك لم تكن موفقة في عملية نقل الحقيقة وكانت لها أغراض حقيقة هي أغراض مشبوهة أثرت في العلاقة بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة اليوم الحكومة المركزية ساعية إلى التسليح ولكن فيها كثير من الإجراءات التي يستوجب على الكل تجاوزها ومنع الروتين وترك الروتين والبيروقراطية العالية المتواجدة في مؤسسات الدولة لإنجاز مشروع أمني سريع نستثمر فيه كل الإمكانات المتاحة لدى الحكومة المحلية وأبناء العشائر مع الحكومة المركزية بما أنك تحدثت عن هذه الإمكانات لطالما اشتكت العشائر العراقية من ضعف التسليح من عدم حصولها على السلاح الكافي من الحكومة المركزية أولا هناك أسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي أود أن أوجهها لك بخصوص هذا الملف مثلا علي رحايم يقول ما هي الطريقة المثلة في رأيكم لتوزيع السلاح بين العشائر سيد صهيب نعم اليوم وقبل فترة تم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وبصلاحيات التطويع والتدريب والتسليح لأبناء العشائر ونحن فعليا قد بدأنا في عاملية الفلوجة حيث أدخلنا الوجبة الأولى وسندخل الوجبة الثانية في الحبانية وكان من المفترض أن يتم إدخالها قبل أيام ولكن اضطراب الملف الأمني والوضع الأمني في مدينة الرمادي قد جعلنا أن نؤجل هذه الفعالية وسنقوم بها قريبا لكي نسلح الوجبة الثانية ونخرج الوجبة الثانية من أبناء العشائر وعملية التسليح ستكون حقيقة هي بالتنسيق مع وزارة الدفاع ومع جهاز الأمن الوطني وستقوم المحافظة بعملية إصدار بمهمة إصدار الأوامر الإدارية للمتطوعين الجدد من أبناء العشائر هناك سؤال أيضا يجب التوقف عنده سيد صهايب الراوي من كريم الحمادي يقول ما هو رد فعلك عندما رأيت الجيش العراقي انسحب أمام داعش حقيقة أنا لم أكن أتخيل يوم من أيام أن تنسحب القوات الأمنية من مدينة الرمادي بهذه الطريقة والحقيقة أنا أقول أن الانسحاب كان غير مبررا وفيه بؤس شديد وفيه خذلان كبير وهذه حقيقة لن أنساها ما دمت حيا ولكن بالمقابل هذه لن تدعني أتكاسل عن العمل بكل جدية لكي تعود مدينة الرمادي عاصمة الأنبار إلى حضن أبنائها وإلى عشائرها ولكي تعود مركزا لمحافظة الأنبار قريبا بعون الله تعالى هناك أيضا سيد صهايب من يتساءل عن أسباب عدم إخراج العائلات من المدن التي يسيطر عليها تنظيم الدولة لتسهيل عملية القصف وتجنب سقوط المدنيين كيف يمكن الرد على تساؤلات كهذه؟ يعني حقيقة المناطق التي تسيطر عليها داعش تكون لها السلطة المطلقة في التعامل مع المدنيين والكل يعلم أن هذا التنظيم حقيقة تنظيما إرهابيا وحشيا لم يمر على العالم ممارسات كالتي يمارسها تنظيم داعش وبالتالي هذا التنظيم يستخدم كل الموجودين كدروع بشرية وهو يمنعهم من الخروج إلى مناطق آمنة لكي يتذرع بهم ويتدرع بهم أمام العمليات العسكرية وخصصا القصف الجوي طيب إذا عدت أيضا إلى قضية الغياب مرجعية سياسية سنية ألم يخلق تشردما في القرار السني بشأن الوقوف يد واحدة ضد تنظيم الدولة في العراق يعني أكيد نحن نتكلم عن غياب تنسيق في كثير من المواقف وكثير من الأمور وهذه مشكلة حقيقة نعاني منها اليوم العمل السياسي متاح لكل أبناء البلد وبالتالي لا يمكن جمع الناس على توجه واحد أو على حزب واحد أو على كتلة واحدة وهذه ليست في العراق فقط وإنما في كل دول العالم وفي العراق اليوم هناك أحزاب تفوز وبالتالي تتحول إلى كتل سياسية من خلال اتفاقات قبل أو بعد الانتخابات أنا أعتقد أن الكل مطالب والكل عليه أن يأخذ دوره للتوحد وتوحيد الكلمة وإنجاز مشروع اجتماعي وسياسي وأمني واحد يحفظ للمحافظة والبلد العيش الكريم والمستقبل الآمن لأبناء هذه البلد شكرا جزيلا لك صهيب الراوي محافظ الأنبار من بغداد شكرا لوجودك معنا في سكاينيوز عربية طبعا في ذات الملف سينضم إلينا بعد قليل أيضا من بغداد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب قاسم الأعراجي وينضم إلينا أيضا من عمان مستشار المركز العراقي لدراسات استاتيجية نزار السام الرائي أهلا بك سيد نزار طبعا في انتظار السيد الأعراجي أود أن أبدأ معك هذا النقاش بشأن معركة الأنبار والرمادي بالتحديد ومشاركة الحشد الشعبي هل ما زالت هذه المخاوف من مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الأنبار والرمادي مبررة حتى بعد تطمينات من الحكومة المركزية وحتى من الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية تحية لك ولمشاهدي قناة سكاي نيوز وللعاملين فيها أيضا أهلا بك قبل أن أجيب على هذا السؤال أتحفظ على ما ورد في بداية حديثك من أن حيدر العبادي رئيس الوزراء اضطر لاستخدام أو الاستعانة بالحجد الشعبي لمعركة محافظة الأنبار أنا أقول حيدر العبادي بالأصل هو متحمس لهذه الفكرة وإن كان لم يقدم عليها بسبب الاعتراضات الكبيرة التي كانت تخرج من محافظة الأنبار شيوخ عشائر ومجلس محافظة ووجهاء مدينة نتيجة ما جرى في مدينة تكريت وجرف الصخر ومحافظة الديالة وحزان بغداد يا سيدتي الحجد الشعبي يؤمن بنظام معركة لا علاقة له بالعلم العسكري يتحرك وفق إملاءات إيرانية لأنه مرتبط بقيادة قاسم سليماني أو الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس وهو الذي يتولى الإشراف على الحجد الشعبي بمعنى أننا لا يمكن أن نفترض أن الحجد الشعبي أو ميليشيا الحجد الشعبي ستتحرك وفق قراءة للمشهد العراقي وإنما وفق قراءة إيرانية متزمتة لهذا المشهد تحت لافتة الحرب على الإرهاب يا سيدتي أنا أقول شيء واحد إذا ما شارك الحجد الشعبي في معركة الأنبار ومعركة تكريت حصرا فإنه سيرتكب من الفضائع ما هو أكبر مما جرى في تكريت ما هو أكبر مما جرى في جرف الصخر حتى الآن أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين لم يسمح لهم حتى بدخول مكاتبهم طيب لو سمحت بهذا النقطة سيد نزار ما الذي يجعل الصورة بالنسبة لك بهذه القتامة على الرغم من التطمينات من العبادي من وزير الدفاع العراقي من بيان البيت الأبيض بالأمس البيت الأبيض للأسف الشديد قال بأنه سيعيد النظر بستراتيجيتي بشأن الملف العراقي في حين أن رئيس الكونغرس يوم أمس قال بأن الرئيس أوباما لا ستراتيجية له بشأن العراق إذا كانت لا توجد ستراتيجية للرئيس أوباما فهذه كارثة وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعدل ستراتيجيتها بين أونة وأخرى وفي ظرف زمني قصير فتلك كارثة أكبر لأن التطمينات التي أعطاها أوباما شيك بلا رصيد ومن يذهب إلى البنك للتصريف هذا الرصيد يمكن أن يحاسب لأنه من دون رصيد أصلا هذا أولا شيء الثاني تصريحات أو تطمينات حيدر العبادي حيدر العبادي لا يمتلك السيطرة حتى على حماياته الخاصة لأن هؤلاء مخترقون من جماعة نور المالكي ومن تنظيمات أخرى أما الحجد الشعبي ميليشيا الحجد الشعبي فقد قال هادي العامري وقال قيس الخزعلي وآخرون من أنهم لا يسمحوا لأحدهم بالتدخل في سياساتهم وفي إجراءاتهم على الإطلاق اسمح لي سيد نزار السام الرائي بالترحيب بضيفنا في حوار غرفة الأخبار اليوم من بغداد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب قاسم الأعراجي أهلا بك سيد قاسم الأعراجي ربما استمعت إلى الدقيقة الأخيرة بعد من ضميت إلينا لتحليل السيد السام الرائي يقول لك بأن الحجد الشعبي كما يتوقع سيرتكب من الفوضائع أكثر مما حدث في تكريت وبأنهم مخترقون من أجهزة أخرى كيف ترد؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا أتعجب من السيد نزار الخزوجي أن يقول هكذا وبالتأكيد عندما يقول وهو جالس في عمان لا تكون لديه الصورة واضحة نزار السام الرائي عفوا سوف تكون لا تكون لديه الصورة واضحة فعليه أن يكون داخل العراق ويتواجد في المحافظات هذه التي ما زالت مختصبة من قبل تنظيم داعش الأرهابي ويشارك العراقيين لكي يرى بأم عينيه وليس من وحي ما يسمع وما يكتب الآخرون أنا أعتقد أن الحجد الشعبي هو قوة عراقية قدمت الضحايا وبالتالي هذا واجب العراقيين على مسالة بعضهم البعض وأنا أرفض أن يسمى الحجد الشعبي بالميليشيا فإذا كانت الحجد الشعبي ميليشيا وتابع للدولة العراقية فماذا نقول عن العشاء والتي تقاتل الأوهابيين فكل من يحمل السلاح لمقاتلة تنظيم داعش الأوهابي فهذا شخص وطني يجب الوقوف معه ويجب أن يكون السلاح بيد الدولة هذا لا نختلف عليه بالتأكيد الآن نحن في مواجهة تنظيم داعش الأوهابي يجب أن توظف كل الجهود يجب أن نفعل معنويات أن نعمل على وفاق سياسي يساعد أبناء المناطق المختصبة من قبل داعش تجربة مسلحي الحشد الشعبي في أكثر من المنطقة وكان آخرها في معركة تكريت هو ما ولذ هذه المخاوف لدى المكون السني يعني تم تصفية هذا المكون السني بداعي الحرب على داعش هل يمكن أن تنكر هذه التجاوزات التي حدثت في تكريت الذي قام بتصفية المكون السني وتشتيت هذا المكون العزيز ومتنظيم داعش الأوهابي الذي قتل الكبار والصغار والأطفال أما أبناء الحجد الشعبي فهم جاءوا تلبية لإداء الإمام السستاني لدفاع عن هذه المناطق أما أن حدث هنا تجاوز أو هناك تجاوز بالتأكيد التجاوزات غير مقبولة وموفوضة ويحصل في أي شيء عندما الجيش العراقي دخل إلى الكويت قام بالسلب والنهب وعندما دخل إلى الفار وفي الانتفاض الشعبانية وفي معارك شمال العراق أنا أعتقد اتهام الحجد الشعبي ضمن المخطط المتحرب النفسية التي يقوم بها تنظيم داعش الأوهابي للتشويه على الانتصار الكبير الذي حصل فيه تكريت وبالتالي شاعة الخوف لدى أبناء أهل السنة من القبول بداعش وعدم مجيء أبناء الحجد الشعبي الحجد الشعبي لا يدخل في أي منطقة لوحده يدخل مع الجيش العراقي وأبناء المناطق ولهذا نؤكد على أن أبناء المناطق يجب أن يكونوا معنا وفي المقدمة ويساندون القوات المسلحة لأنهم هم الذين يتحملون العبء الأكبر في الدفاع المناطق ونحن مساندون لهم ليس منة منا بل واجب علينا جميعا أن ندافع عن أبناء العراق جميعا هل يبدو لك تحليل السيد الأعراجي مقنعا سيد سمرائي الأعراجي قال لماذا أنت في عمان أنا لا أدري إن كان هو في الماضي في العراق أم خارج العراق ولكنني متأكد من أن هذا العامري لم يكن في العراق إذن هذه لا يمكن أن تكون تهمة أن يكون الإنسان خارج بلده حينما يجد أن النظام نظام بطش وتنكيل وإرهاب هذا أولا الشيء الآخر فيما يتعلق بموضوع الحجر الشعبي هي ميليشيات بكل تأكيد ميليشيات مع سبق الإصرار وإن تشكلت بفتوى من السستاني أو غير السستاني هذا لا يغير وظيفتها لأننا في الميدان نعرف ماذا ارتكبته من فضائع وجرائم في محافظة صلاح الدين في جرف الصخر في حزام بغداد في بروانا وقتلت المصلين في المجد يا سيدتي هذه أمور أستغرب أن الناس ينكرونها ويتحدث رئيس الوزراء ويقول هناك مندسون أي عدد من المندسين ما جرى في العظمية هل كان من المندسين فعلا وظهرت صورهم جميعا ما جرى في تكريت وظهرت صور حرق المحال التجاري ألف مسكن وثمانمائة محال تجاري وسرقة السيارات ومعارض السيارات والمستشفى التعليمي كلها سرقت هل كان هناك مندسون ليقوموا بكل هذه الجرائم واحدهم يبدو أنه سوبرمان يقول لي معنى الكلمة كي يرتكب كل هذه الفضاء في غضون دقائق أو ساعات ثم يحتل المدينة ويمنع المحافظ ومجلس المحافظة من الدخول وكأنهم أيتام على مائدة اللئام طيب سيد قاسم بالأعرج إذا كان فعلا العبادي يعني مهتما بتسليح العشائر للحرب على داعش لماذا هذه الوتيرة البطيئة والضعيفة في التسليح يعني لماذا يخشى العبادي من تسليح العشائر يعني بنفس الطريقة وبنفس النمط الذي يقوم من خلاله بتسليح باقي يعني قوات الحجد الشعبي مثلا الحكومة الحالية حكومة منتخبة أما نظام صدام الفاشيستي كان النظام دموي يقتل العراقيين جميعا ونفتخر نحن أبناء بدر قاتلنا حزب البعث ونظام صدام في الفترة الماضية وهذا يسجل لنا أما موضوع تسليح العشائر فقد قامت الحكومة السابقة في تسليح العشائر ولكن لم تكن هناك ضوابط وبالتالي وصل عدد كبير من الأسلحة إلى تنظيم داعش الأرهابي ومن قبله تنظيم القاعدة وهناك بعض التجاو الذين يسعون لنقل الأسلحة لهذه الجهة أو تلك ولكن عندما ينظم هؤلاء على شكل أفواج هناك من يقول بأن جزء كبير من الأسلحة التي حصل عليها تنظيم الدولة هو أن الجيش في العراق يترك هذه الأسلحة ويهرب من مواقعه كما حدث في الرمادي كما حدث قبل سنة في الموصل وأنت تعرف كيف بدأت هذه الحكاية نعم نعم أتفق نعم أتفق معكم بهذا القول هناك بعض القطعات فيها ضباط من النظام السابق من البعثيين وما زالوا في هذا المكان وبالتالي قاموا بالخيانة وبالتسليم هذه المناطق إلى تنظيم داعش الأوهابي ولكن السيد نزاو لا يملك الصورة الواضحة أبناء الحج الشعبي يقدمون الدماء الطاهرة من أجل هذه المناطق وليس يأتون من أجل سرقة ثلاجة أو سرقة تلفزيون وبالتالي الأبناء المناطق الذين توكوا وذهبوا إلى عمان وإلى أربيل وإلى باقي المناطق وتوكوا العوائل يجب أن يكونوا في هذه المناطق للمقاتل سيد العرجي حتى نتفق نظام دمقاطي منتخب سيد العرجي أنت رددت في كل مرة بأن الحشد الشعبي قدم أرواح وكان هو ضحية يعني على الأقل أعترف بأنه قام بتجاوزات يعني تقارير دولية تحدثت عن هذه التجاوزات في تكريت نحن أبناء الميدان يمكن أن السيد نغار يسأل المحافظ والمعلومات التي تقول أن المحافظ وعظام المحافظة ممنوع أن يصلوا إلى المحافظة هذا أمر غير صحيح وأنا من خلال قناتكم أتحدى من يقول بذلك اتصلوا الآن على سيد محافظة صلاح الدين وسوف يجيبكم بالجواب الصحيح هذا أولا ثانيا الشرطة صلاح الدين تقول أن الذي دمر من المنازل في محافظة صلاح الدين على مدى عشرة أشهر إلى يوم التحرير يساري واحد بالمئة من عدد المنازل الموجودة والدوائر الحكومية 220 ألف وحدة سكنية موجودة في مدينة تكريت لم يتم تجاوز أو تدمير هذه جواء العمليات العسكرية أكثر من واحد بالمئة مقابل ما يقوم به تنظيم داعش الأرهابي أنا أسأل السيد نزار ماذا يسمي أفعال تنظيم داعش الأرهابي بقتل الأطفال والنساء والجلد الشباب أمام أعين الناس وبالتالي فرض الحكم السلطة والدكتاتوري على الناس بالتأكيد يجب أن يكون لدينا موقف وقلنا يجب أن نتفق أي تجاوز من أي جهة حتى القوات الأمنية من العشاء وعلى ممتلكات الناس يجب أن يشخص ويقدم إلى القضاء ولكن الذي أنا متأكد وأنا أحد أفراد الحج الشعبي لا يجهد هناك أوامر بالتجاوز لأنه لا يجوز شوعا وفتوة الإمام السلطاني تحوم التجاوز ولكن إذا كان هناك متجاوزين سوف نقدمهم إلى القضاء أما يتم التهويل بقصد الإخافة لأننا نعلم هناك بعض الجهات تدفع بأهل السنة من أجل الانفصال أو تشكيل الإقليم وبالتالي يؤدي إلى تقسيم هذا البلد ما رأيك سيد سمراء يا سيدتي هل كانت منطقة النخيب فيها دواعش لماذا احتلال منطقة النخيب وفصلها عن محاوظة الأنبار وضمها إلى محاوظة كربلاء ماذا نقول بالتقارير التي صدرت عن Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولي عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان يمكن أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية يجلد في الشوارع ولكن الحجد الشعبي ينتهك العراض أمام الناس تنظيم أوهابي المرأة ينتهك عرضها أمام أبنائها وزوجها وأشقائها هذه الفضائع موجودة ولا يستطيع أحد أن ينكر وجودها على الإطلاق أنا أقول كذلك أين هذا الكلام؟ دقيقة لو سمحت لسيد الأعراضي أنا لم أقاطع أحدا كي يقاطعني أنا أقول كلمة والي يرد ما يشاء تفضل محافظة صلاح الدين ومحافظة شمال محافظة بابل وحزام بغداد ومحافظة ديالة شهدت من الانتهاكات ما لا يرضى به الله ولا يرضى به أي إنسان حر تأخذه الغيرة على عرضه وأهله وماله يا سيدتي ما جرى والله يندى له الجبين بكل معنى الكلمة انتهكت أعراض نساء أمام بالعشرات وليس فرادة بالعشرات أمام أزواجهن أنا أقول يمكن أن تنظيم الدول الإسلامية يجلد ويمكن أن يقتل ويمكن أن يقطع الرؤوس ولكن ما ارتكبه تنظيم الدول الإسلامية لا يساعد 1% مما ارتكبته من الشيال الحجد الشعبي صعب هذا اعتراف صعب سيد نزار السمراء قد لا يتفق معك فيه الكثيرون يعني الاعتراف بما قام به الحجد الشعبي من تجاوزات كما جاء في تقارير دولية لا يمكن معه أيضا إنكار ما يقوم به تنظيم الدولة من جرائم ضد الإنسانية إن كان في العراق أم في سوريا أنا لا أنكر أن لتنظيم الدولة الإسلامية خروج على الأعراف والقوانين بشكل صارخ هنا وهناك ولكن أنا أجري مقارنة بين هذا وذاك بين ما يفعله تنظيم الدولة الإسلامية وما تفعله ميليشيا الحجد الشعبي المقارنة تميل دائما ضد ميليشيا الحجد الشعبي نتيجة الانتهاكات التي حصلت ولكن بهذه الطريقة سيد نزار لو سمحت بهذه الطريقة أنت تبرر لتنظيم الدولة ما يقوم به تبرر التعاطف مع هذا التنظيم تبرر التقاير التي تقول بأن هناك حواض شعبية في العراق لهذا التنظيم أنا أقول شيء واحد فيما يتعلق بهذا السؤال الحجد الشعبي يدخل مدن سنية يحتلها تنظيم الدولة الإسلامية أما تنظيم الدولة الإسلامية فيدخل ابتداء ويمكن أن يكون قد ارتكب كثيرا من الانتهاكات ولكن الانتهاكات التي تحصل فيما بعد يدفع ثمنها في كل الحالتين المكون السني المكون السني هو الذي يدفع الانتهاكات ولم يرتكب تنظيم داعش مع المكون الشيعي أي انتهاك باعتراف قيادات الحجد الشعبي من أنها تريد تحرير مناطق سنية سيد الأعراجي إذا سدت هذه النظرة التي يتحدث بها سيد سامر رائي لن يكون هناك تعاون مثمر من قبل الكثير من العشائر السنية والمكون السني في المعركة على تنظيم الدولة ما رأيك والله هذه نظرة خاصة به وهي بعيدة عن الواقع ولا يتفق معه أحد ولو كان السيد محافظة الأنبار جالسا الآن لكان ود منه يكون أقوى مني ولكن أعتقد ما جوا في الضلوعية وفي حمرين وفي ناحية العلم والدور وأنا كنت أحد المشاركين في ذلك في هذه العمليات ووجود أبناء المناطق من عشائر العباد وشمى والجبور والذين قادوا المعارك معنا يعطي الصورة الحقيقية لأبناء الشعب العراقي أما مجاهد الحج الشعبي فهم براء من كل هذه الاتهامات التي لا تليق بالحج الشعبي الذين جاءوا أثر فتوة إمام السلطاني وأعتقد لو أنا شخصيا لو أنا شخصيا أعتقد بالذي يعتقده السيد نزار لحملت البندقية ولو قاتل هذه الحكومة فليس من الصحيح ومن المعيب على السيد نزار أن تكون لديه هذه الرؤية ويقول هكذا انتهاكات وهكذا تجاوزات على أبناء السنة ويبقى جالسا في عمان عليه أن يأتي ويحمل البندقية ضد الحكومة العراقية شكرا لكما شكرا لكما قاسم الأعراجي شكرا لك من بغداد شكر الجزير لأيضا نزار السمرائي من عمان شكرا شكرا لكما